ده أنا عايز أسألك يعني شذور الأفعال السوشيال ميديا اتقلبت عليك حرفياً كل الناس بكلام عليك أنا هميني بقى فئة السم وضعاف السمة يعني شكروك إزاي قالوا لك إيه وصلوا لك إيه أن انت وصلت لهم إحساس المزيد والله أهم رفيو يعني أهم رأيين كان ممكن أطلع من المؤتمر وسمعهم هو رأي زميلي والأساتز اللي أنا بمثلهم كسناً أصغر ورأي الأصم اللي اتفاجئت إنه هو أصلاً إعلامياً كان بينزل على الانستجرام وعى السوشيال ميديا والفيسبوك يا جماعة ده الاحتفالية مترجمة ده بشوي موجود على الهوى بيترجم فيبعته البعض لقيت إن الناس بتحمل ريفيو الناس فرحانة وحست إن هي موجودة في الاحتفالية برغم إن ما كانش حد عارف أصلاً الاحتفالية دي هتترجم ولا لأ والدك كان فخور بك؟ تليفونه وتليفون جدتي وتليفونه والدتي يعني أعتقد كان أهم حاجة وصدمة الناس خلت الواحد يعني حقيقي مش عارف يتكلم يعني مش حارف يقول ده على التليفونات يقول إيه كل اللي بيكلمه أنا فعلاً بتكلم وموجود وأنا مش يعني أنا أنا لسه ما فوتش من الصدمة اللي دخلت مش علشان مش علشان الموضوع إن أنا بعمل حاجة أول مرة عملها الحاجة دي إحنا عملناها من زمن وبنقدمها ومش أول مرة نحمل ده بس هو لولا توجيهات الرئيس ولولا المؤتمر واللي في السعيد اللي في سوهاج لما قال لابد من توافر لغة الإشارة والترجمة ومن مترجم الإشارة مهم ما كانش الدوق اتسلت وتم تنفيذ بعد شهرين أكبر حدث خيري على مستوى مصر فيعني في الأول وفي الآخر الواحد الشكر بعد ربنا هو بيرجع للسعيد رئيس الجمهورية بيرجع للأجهزة التنفيذية لمؤسسة أتكلمني إشارة وهي منصة بالمناسبة هي المنصة اللي أنا عضو مجلس إدارة فيها وهي اللي أخدت الدعم من رئيس الجمهورية مع مشروع إداء وهي شركة وطنية بتخدم على المنصة دي في إن هي تحاول إن هو يكون المشروع ده هو المشروع القادم للدولة المصرية في إن لغة الإشارة تتوفر في كل كينات الدولة فأنا بشكر أستاذ أحمد فتحي الشريك والمؤسس للموضوع بشكر كل المسؤولين طبعاً ده أقل شكراً قدر أقدمه